خالد الترحيب بقرار الحكومة المتعلق بمشروع قانون أو أنه يتم إعداد مشروع قانون لتنظيم قواعد التصوير التلفزيوني والسينمائي طبعا هذا الموضوع رحب به العاملين في مجال السينما في مصر أو في التلفزيون أو المتعلق أيضا بالأماكن السياحية أو فكرة التصوير في الشارع وزي ما قلنا أن وزير السياحة والأثار الدكتور خالد العناني كان قال في المؤتمر الصحفي أن الأصل في موضوع التصوير في الشارع وفي الأماكن السياحية هو الإتاحة يعني ندي للناس الفرصة أنهم يصوروا أكبر قدر من الصور اللي بتعبر عن مصر ونشرها على السوشال ميديا ده شيء بيخدم مصر والسياحة طبعا كنا بنتكلم على أنه أوقات كان بيحصل مشاكل في الشارع للي بيصور تلفزيون أو اللي بيصور مبنى عمارة أو بيصور حي شعبي سواء من مواطنين أو ممكن يتعرض لمشاكل أمنية إذا ما كانش معاه تصريح تصوير طبعا ساعات بيحصل لغط يعني أنا شخصيا اتعرضت المواقف كتير زمان ومن ناس من مواطنين يهيئ لهم مثلا ممكن أكون بيصور حاجة بتضر بصمعة مصر وده شيء جميل جدا موجود عن الشعب المصري قد إيه أنه بيحب أن صورة البلد دي تطلع صح زي ما هي بالفعل وما يكونش حد بيصور أو بيستخدم شيء يسيء لصمعة البلد لكن المسألة محتاجة تنظيم محتاجة لما يكون في سائح أجنبي بيصور في أي مكان في مصر يصور من غير مضايقات لأنهما بيرجعوا على صفحتهم ومباقعهم يحطوا فيديوهات أنه بيحصل لهم مضايقات وبالتالي مشروع القانون هيبقى منظم هيعرف المواطن المصري السائح بيعمل إيه ومن حقه يعمل إيه ويدي فرصة أكبر للسياح لهم يصوروا بمنطقة الأريحية بل بالعكس وزير السياحة كان بيتكلم على فكر تأمين السياح وهم بيصوروا في مصر أو بيعملوا أي رحلات سياحية طبعا إحنا النهاردة بنتكلم على موضوع مهم جدا وهو موضوع التصوير السينمائي والتلفزيوني مشروع قانون لتنظيم قواعد التصوير السينمائي والتلفزيوني طبعا مصر لوكيشن كبير جدا حافل بكم من المواقع اللي ممكن يتصور فيها الألاف والألاف من الأفلام كنا بنتكلم مبارح مع أحد المنتجين وهو المنتج ريمون مقار اللي كان بيتكلم على أن ده بيشجع السياحة لما تكون بتصور في مدن سحلية في مثلا شرم الشيخ في لقصر وأسوان وغيرها من المدن أماكن أثرية ده شيء مهم وبيساعد مصر كان بيكلم على فكرة الإجراءات وقلنا أنه الوزارة الآن بتتكلم أو عموما الحكومة بتتكلم على شباك واحد بيتاخد منه كل التصريح المتعلقة بالتصوير هل بيحصل أن مصر بيحصل فيها تصوير أفلام أمريكية فرنسية سويسرية أو أوروبية بشكل عام موجود طبعا ومن زمان جدا ولكن هل بيحصل حجم جبير من التصوير زي دول أخرى زي المغرب أو حتى الأردن يعني بنشوف أفلام عالمية زي ستار وورز هذا السلسلة من الأفلام تصور جزء جبير منها في المغرب اللي خلصوا الفيلم يعني العاملين على هذا الفيلم سابوا الدكورات بتاعته هناك في المغرب ورجعوا بلدهم أصبح الدكورات دي أو جزء منها احنا معانا صورة تقريبا من مكان موجود في المغرب لجزء من فيلم ستار وورز موجود في المغرب أصبح مزار لأن الدكور بتاعه هناك وناس كتير من عشاء هذه السلسلة من الأفلام هي دي طبعا الصورة ده كان جزء من دكور ستار وورز وده موجود في المغرب خلصوا الفيلم وسابوا الدكور ده ناس كتير بتروح تزوره كأنه مزار وبالتالي ده مثال بسيط جدا على أهمية فكرة أن انت تسمح لأفلام كبيرة عالمية أنها ممكن تكون بتتصور عندك ده بيحصل وموجود في مصر لكن هل بالشكل اللي يشجع ويحفز شركات كبيرة أنها تقدر تقوم بهذا الانتاج من خلال الأراضي المصرية أو تصور في مصر احنا معانا الأستاذ أحمد سامي بدوي مدير عام مركز التصوير الأجنبي بمدينة الانتاج الإعلامي بسالة الخير أستاذ أحمد أهلا بيك مساء خير أستاذ أينجي إحنا دلوقتي وإحنا كنا بنتكلم كان معانا على الشاشة فيلم هندي انتهى التصوير منه في مصر من قريب وفيلم أكشن وفي مشاهد من مصر إحنا عايزين نعرف وصلنا لفين في مسألة الأفلام الأجنبية العالمية اللي بتيجي تصور في مصر أنا أحب بس أبتدي كلامي وأقول إن إحنا في مدينة التاج الإعلامي من نوفمبر 2019 تم إنشاء مركز خدمات التصوير الأجنبي وهو ده يعتبر الجهة الوحيدة في مصر المنوطة باستخراج تصريح التصوير لأي شركات إنتاج أجنبية حتى هتقوم بتصوير أعمالها في جمهورة مصر العربية بالتالي تم تشكيل لجنة مختصة بالتصوير الأجنبي في مصر ودي اللي بتراجع السيناريوهات المتصورة في مصر بتشوف الأماكن المطلوبة بتصوير فيها في مصر موجودة فين في أي حتة في مصر كلها وبنبتدي نخاطب أي جهات متدخلة بتصدر أي موافقات لتصوير في أي جهة في مصر طيب يعني أستاذ أحمد أنا أسفر بس لمقاطعة ولكن عشان نمشي خطوة خطوة مركز أو التصوير الأجنبي في ممدينة الإنتاج الإعلامي معمول في نوفمبر 2019 وده الجهة الوحيدة اللي أي مكان في العالم عايز يصور بيروح لها يعني هو ده الشباك الواحد ما بيروحش للأجهات جهة تانية لا هو الشباك الواحد وإحنا يعني عندنا شركة أجنبية عايزة تصور مثلا في مطار قهر فإحنا بنشوف كل من هو متدخل في إجراءات أو موافقات تصوير في مطار قهر وبنتعامل مع كل هذه الجهات وبنخلص كل الموافقات والتصريح بحيث شركة الإنتاج الأجنبية دخل على لوكيشن حتصور فيه من غير ما بتلف على أي حد خالص ده إذن فيما يتعلق به الناحية الإجرائية أستاذ أحمد طيب إحنا عايزين نعرف إيه أبرز الأفلام اللي تصورت مؤخرا في مصر إيه الحوافز أو إيه يعني دلوقتي إحنا بنتكلم عن الحكومة في مشروع قانون لتنظيم قواعد التصوير التلفزيوني والسينمائي إيه الحوافز اللي هتقدمها في مصر عشان تكون مكان بيستقبل أفلام عالمية كتير تتصور فيه زي دول أخرى موجودة في المنطقة مبدئيا إحنا مصر دولة غنية جدا 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 بلوكيشنز تصوير إحنا عندنا اختلاف كبير جدا في الطبيعة حتى يعني إحنا عندنا سينة عندنا نهر النيل عندنا لقصر أسوان عندنا ريف المصري عندنا ساحل الشمالي أسكندرية يعني إحنا عندنا تنوع وغنى شديد جدا فيه لوكيشنز مختلفة للتصوير إحنا في الفترة اللي فاتت دي يعني مثلا من شهر نوفمبر اللي فات لحد دلوقتي نصورين تلت أسلام كبيرة جدا منهم فيه فيلم هندي تصور فيه شهر ديسمبر اللي فات ده كان فيلم هندي أكشن ده تصور فيه أماكن كتيرة جدا في مصر زي شارع المعز زي إمكان التحرير زي إمكان الخليفة زي في الأهرامات الألعة ومناطق كتيرة جدا الناس دي صورت ده فيلم أكشن وصوروا مشاهد أكشن حتى في مكان زي مدان الخليفة مثلا اللي هو مكان مستحن جدا سواء بالعربيات أو بالناس وكان في وسط الأسبوع طيب دي نقطة مهمة جدا أستاذ أحمد يعني أنتو كجهة بتدوا تصريح بالتصوير في الأماكن المطلوبة من الشركة اللي عايزة تصور طيب مكان زي الحراكة ذكرتو زي شارع المعز أو ميدان الخليفة هل أنتو كمان مهمتكو تأمين هذه المنطقة بحيث أنه يتم تسهيل التصوير إحنا بنعمل شغل كبير جدا وبمساعدة وزارة التخليقية قطع الإعلام والعلاقات إحنا بنعمل تأمين للأجانب اللي جايين من الشركة الساحة دي من أول ما بيصالوا المطار لحد ما بيروحوا الفندو لأي تحركات بيعملوا حتى في معاينات قبل ما يتم التصوير أو أي حاجة في التصوير نفسه فيه دايما مرافقة مهمة موجودة مأمنة الطام الأجنبي اللي بيشتغل على أرض الواقعة ما يبقاش فيه أي مضايقة خالص بالنسبة لمسا الميدان الخليفة دا الميدان الخليفة دا تطلب في اليوم دا أنه يتقفل أكتر من خمستاشر مرة فده بيتم بالتنسيب برضو مع قطاع الإعلام والعلاقات في وزارة الداخلية ومع المرور وبتنجو يعني أنا مش عايز أقول لها هيك الموضوع دا تم بسلاسة شديدة جدا بالمدرجة إن الناس المصريين اللي كانوا شغالين مع الأجانب ما كانواش مصدقين من دا حاصل بالفعل لأنه يعني كان بعض المنتجين في مصر بيشتكوا من هما بيعرفوش يصوروا أوقات أو أنه يتقفل الشارع لفترة التصوير بتاعتهم بنكلم هنا على الإنتاج المصري إحنا قدرنا نتغلب على الحتة دي وقربناها مش في الفيلم الهندي بس لقربناها في كذا فيلم والحمد لله ما فيش لحد الآن أي شكوى من أي ناس أجانبكم صاروا في أي حاجة زي كده يعني طيب فيه فيلم كمان أمريكي زي ما قلت ميراماكس مع شركة مصر للأفلام العالمية أفلام مصر العالمية أفلام مصر العالمية ده فيلم لست مخلصين تصويره أول مبارح ده فيلم أمريكي شركة ميراماكس شركة عالمية جبيرة فيلم أكشن برضو الناس دي جوم صاروا في مصر برضو ده بل هم استعانوا كمان في بعض المشاهد دي قوات حقيقية من نزارة الدخلية قوات حقيقية؟ قوات حقيقية كانت في مشاهد مدهمة دخلين يقبضوا على مجرم عالمي مثلا أو عربيات من وزارة الدخلية برضو تأمين بيجروا على حاجة يعني تم استعانا بقوات وسيارات من وزارة الدخلية في مشاهد كتير ده الفيلم الأمريكاني لسه مخلصين من يومين وصاروا بقى برضو في عدة أماكن في قاهرة أو الجيزة صاروا في الزمالك صاروا في الأهرامات صاروا في أماكن كتيرة جدا ده التحرير ده التحرير وإحنا بنتكلم معاك في صور لتقريبا الشركة الأمريكية يعني لو تصلح لنا أو حالك بتشوف التلفزيون وهم موجودين في مدينة الإنتاج الإعلامي مضبوطا جمع عمله طبعا برضو دور محترم في مدينة الإنتاج الإعلامي وكانوا مبغورين بالإمكانيات اللي عندنا سواء من مناطق تصوير مفتوحة سواء من معدات سواء من استوديوهات الصوت الضلبي اللي عندنا أحدث حاجة برضو في شرخ الأوسط كله فالناس منبهرة والراجل المخرج وهو مخرج عالمي كبير يعرف فكرة هو أعمل عدد أفلام كبيرة معروفة يعني مين هو طيب؟ يقول لي إحنا اسمه نيل برجر حضرتك يقول لي أنا مش عارف إحنا ما كناش بننزل نتشعر في مصر ليه تفتكر ليه أستاذ أحمد؟ يعني ده سؤال مهم جدا ليه إحنا مش قادرين أو إلى الآن يعني ما عملناش اللي تستحقوا مصر فيما يتعلق بالنها عندها إمكانيات كبيرة جدا أن يتصور فيها أفلام لأهم المخرجين في العالم إحنا الخطوات اللي احنا عملناها في فترة الفترة دي تعتبر خطوات محترمة جدا إحنا من نوفمبر 2019 حتى الآن إحنا عمليين 16 عمل تصور أجنبي في مصر منهم أمريكاني كذا واحد منهم ألماني منهم سويسري منهم كولومبي وحتى أعمال سعودية مثلا كمان برضا واخدين خطوات كويسة جدا في موضوع من غير ما تتعامل مع أي جهات في الثلاث خالص ويهي بنحاول إن إحنا نتطبق أكتر شوية موضوع الحوافز الانتاجية ودي حاجة بيتم دراستها دلوقتي علشان نشوف ممكن تتطبق إزاي حوافز انتاجية يعني إيه أستاذ أحمد دي بيخش فيها حوافز ضريبية يعني مثلا في المغرب أو الأردن بيبقى فيه سيستم لو شركة الانتاج حتصرف مثلا رقم معين وحيصوروا عدد من الأيام وراء بعض في البلد بيتعمل لهم خصومات ضريبية بيتعمل لهم حوافز ضريبية أو في حاجة ما كاشري بيت سيستم بيرجع لهم مثلا لحد 30% أو أكتر في بعض البلاد من الرقم اللي تم إنفاقه في البلد طيب لما حريك تقول أستاذ أحمد إنه ميرا ماكس وهي شركة مهمة جدا أمريكية مع أفلام مصر العالمية دي شركة هنا في مصر إحنا هنا بنتكلم على أي شكل من أشكال التعاون هل لما بيجوا يشتغلوا هنا في مصر بيستعينوا بمدراء تصوير بفنيين يعني لو تشرح لنا شكل التعاون بيكون شكله يعني أفلام مصر العالمية هي كانت الشركة اللي بتنفذ الانتاج لصالح شركة ميرا ماكس في مصر وطبعا بيتم الاستعانة لو محتاجين لو أي شركة انتاج أجنبية محتاجة يتم الاستعانة طبعا بمدرين تصوير بكاميرامان بمساعدين مخرجين طاقم الانتاج كله بيبقى معظمه من المصريين والحقيقة اللي احنا شعيفين والحددلوقتي ان الناس دي بتشيد بمهارة الفنيين اللي عندنا وحتى طاقم الانتاج يعني بالسكيلز بتاعت طاقم الانتاج وسرعة الأداء في الشوخ المطلوب طيب أستاذ أحمد حريقي بتقول ان في كتير جدا بيقولوا او في اشادة بالاماكن التصوير في مصر هل بتاخدوا روح المبادرة بان انتو تعرضوا على شركات كبيرة في العالم ما لدينا في مصر من خدمات للانتاج السينمائي والتلفزيوني ده بالتأكيد طبعا احنا بنزور معارض مختصة في موضوع الانتاج وبالذات كمان حتى في موضوع الانتاج الخارجي يعني من الناس بالأينتاج يصوروا في برد غير البلد بتاعتهم يعني زي في لندن زي في أمريكا بنشارك في معارض زي كده بنشارك في مجلات مجازينز يعني مختصة في موضوع الوكيشنز يعني في مجلات واحدة من الحاجات المعروفة جدا اسمها ويلدوف لوكيشنز دي ما بتعملش حاجة غير ان هي بتعرض على كل القائمين على العمل الفني يعني بالأخص اللوكيشن مانجر اللي في أي شركة انتاج أجنبية ويقترد عليهم كل بلد ايه الأماكن المؤهزة فيها اللي يتم التصوير فيها ايه الحوافز اللي موجودة في البلد وهكذا طيب أخيرا أستاذ أحمد احنا كده فهمنا انه ده بالفعل موجود في مصر فكرة الشباك الواحد فيما يتعلق بالتصوير الأجنبي في مصر دي موجودة من 2019 وتحديدا من نوفمبر وفي أفلام كتيرة اتصورت خلال الفترة الفاتت أو خلال التلات سنين اللي فاتوا فبالتالي ما الذي سيضيفه القانون الجديد القانون الجديد حيضيف بس تنظيم عملية التصوير دي شكرا يبقى عمل ازاي لو في بعض الحاجات المنوعات أو أي أن كان مش عايزة أقول كلمة المنوعات دي لأن حد الوقت ما فيش أي حاجة تم رفضها أو كده إنما هيحط الريجيوليشنز بتاعة الموضوع كله وبالتالي أهم حاجة إن يتم تداول حدة الحوافز الانتاجية الحوافز الانتاجية أنا بشكرك جدا أستاذ أحمد سامي بدوي وطبعا من أتمنى تكون معنا في مساء دي أمسي في حوار مطول أكتر من كده نشرح فيه أهمية هذا الموضوع شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد سامي بدوي مدير عام مركز التصوير الأجنبي بمدينة الإنتاج الإعلامي